أجرى رئيس عبد الفتح السيسي اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي للأطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها وأكد الرئيس السيسي إدنة مصر للمحاولة الآثمة لاغتيال الرئيس غزالي مشدداً على تضامن مصر ودعمها الكامل الأمني واستقرار جمهورية جزر القمر الشقيقة وهو ما ثمنه الرئيس القمرية وأوضح متحدث رئاسه بأن غزالي أعرب عن خالص تقديره لللفتة الكريمة للرئيس السيسي مؤكداً أن مواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار بلاده تعكس عمق الأواصر التي تجمع البلدين الشقيقين وقد أكد الرئيساني في هذا الصدد مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة وذلك في ضوء التعاون المتنامي بين الدولتين والدور الذي تقوم به مصر في دعم الاحتياجات التلموية وبناء القدرات لدى الجانب القمرية ترجمة نانسي قنقر